وفي كل عام يحيي المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ذكرى المولد النبوي الشريف الذي يصادف الثاني عشر من ربيع الأول مستذكرين مناقب السيرة النبوية العطرة لسيد الأنام وأخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما ولد الحبيب المصطفى أشرقت شمس الهدى فهو بدر أضاء المشرقين بنوره وتعطرت لقدومه الأجواء ميلاد سيد المرسلين محمد بن عبد الله الذي اختاره الله عن دون البشرية جمعاء ليكون خاتم النبيين ورحمة للعالمين كمبعوث أمي لم ينطق عن الهوى إنما هو وحي يوحى ليقود دينا وسطيا معتدلا لم يكره أحد قط على الدخول به واعتناق عقيدته السمحاء إلا رغبة منه في تلمس الخير والشعور بالأمان الحقيقي دين يقوم على مبدأ المساوات وعدم التفرقة فهو لا يميز بين أبيض وأسود ولا بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى شريعة إسلامية معطاءة حمت الخليقة من براث الجهل والعصيان لينتشر بميجيئها النور والتقوى ويعم السلام الداخلي في كل نفس هامت بحب نبي الرحمة الذي قادها نحو الصلاح والفلاح الدنيوي حتى تبشر بقطف وفير الأجر وعظيم الحسنات التي سيضمها الكتاب بعدما تقدمه اليمين لتبلغ بطيب المآل وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين كما بلغ الأمين وسيد المرسلين المسلمون في شتى بقاع المعمورة لا يفوتهم ذكرى مولد النبي العدنان صلى الله عليه وسلم شكرا لله على إرساله للإنسانية كافة هدى ورحمة الذي وجههم لعبادة الله وحده وقام بنشر مكارم الأخلاق في مشارق الأرض ومغاربها ميلاد نبي الله ليس يوما عاديا ولن يكون عند أمة التوحيد فهو يوم لميلاد أمة بأكملها أمة الإسلام التي فضلها الله تعالى على كل الأمم وجعل شعارها التوحيد لتقف بجموعها صفا واحدا موحدين متحابين ينتمون إلى نبيهم العظيم الذي استفاه الله تعالى من بين جميع العباد ليكلفه حمل الرسالة وتبليغ الأمانة ومع كل سنة يحجي المسلمون ذكر ميلاد نبيهم حتى يتصابقون في تقديم الخيرات والصدقات والإكثار من الصلوات عليه والاقتداء بأفعال حامل نبراس الهدى للبشرية ككل والتذكير بمناقبه الجليلة نصرة لدينهم واهتداء بهدي شفيعهم في يوم لا ينفع فيه ماله ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لتلفزيون البحرين محمد رشيدات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر